السلام عليكم ورحمة ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف نستطرق الى مجموعة من الوصفات التي ستعالج مجموعة من الامراض وسوف نتحدث اليوم عن مشكل ورم المعدة بالنسبة لعلاج ورم المعدة فينصح بشرب العسل فهو يفيد جيدا في ورم المعدة اذا واضب المصاب على ذلك بالنسبة لعلاج مشكل قرحات المعدة فتأخذ اجزاء متسوية من الساطر والقريس وتطبخه وتشربه على ثلاث دفوعات في اليوم وقت الصبح والظهر والعشاء ولا بد من الموضبة على ذلك بالنسبة لعلاج مشكل قرحات المعدة والامعاء فيبلع الثوم دون مضغه ثم يعقبه شرب كوب من الماء ويستمر على ذلك مدة الشفاء بالنسبة لعلاج حموضات وقرحات المعدة والاثنى عاشرة فيفطر المريض كل صباح بكأس ماء فاتر قليلا وفيه مقدار ملعقة عسل ولا بد من الاستمرار فانه يتحسن بعد اربعة اسابيع ان شاء الله تعالى بالنسبة لطرد الغازات ينصح بالمواضبة على اكل السلق فهو يفيد في ماء غازات البطن ووصفة اخرى لطرد الغازات من البطن ويشرب من نصف كأس من الكراوية المطبخة في الماء ويواضب على ذلك المصاب بغازات الامعاء فيشفي باذن الله وصفة اخرى لطرد الغازات يشرب من قدار كوب من الماء المغلاء في الخزامة كل يوم في الصباح بالنسبة لعلاج التهاب الامعاء يغلى تفح بقشور مع جزء من العرق السوس لمدة عشر دقائق فانه مفيد جدا في التهاب الامعاء تقرر العملية بانتظام حتى الشفاء بالنسبة لعلاج الامعاء الغاليضة فناخد وصفة تالية ملعقة صغيرة من كوب من الماء أو يتناول يتناول المريض حتى يوم من اليانسون كل يوم من اليانسون وذلك بطبخ كمية منه في كوبين من الماء ويواضب على ذلك المصاب بألم المسرن الغاليض فانه يفيد باذن الله بالنسبة لوصفة اخرى لعلاج مشكلة دود البطن فاذا اضيف كل خل الى مسحوق الحب السوداء واضب على الافطار بها المصاب بدود البطن فسيشفي من ذلك بخروج الدود ان شاء الله وصفة اخرى لعلاج الدود البطن فاذا اكل المصاب بذور اليقطين القارع نعم القارع بذور اليقطين خرجت منه الدود البطن اذا كانت هذه مجموعة من الامراض والوصفات لعلاجها اذا اعجبكم في الفيديو اذا اغتو زر الاعجاب واشتركوا في القناة ونلتقي في فيديو اخر بحول الله مع السلام اشتركوا في القناة